أهلا بكم الفيديو ده مهم علمي جدا 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 معلش هنشغاله تاني عشان أفهمكم حاجة الراجل اللي إنتو شايفينه ده بيعاني من حالة اسمها النوم أثناء القعدة أو النوم الانسيابي النوم التلقائي لو إحنا شوفنا ده قاعد في فندق قاعد ده قاعدة مكان فندق غالبا أو مكان شغله ولبسه مش قاعد في بيت ده لابس جانس ولبس لبس يعني في شغل وفي ورق قدامه واللي بيتصوره حد صاحبه يعني لما صاحبه بقى حد يعني لأنه هو شافه قبل كده بيحصل له كده الحكاية دي ممكن تحصل له هو سايق ممكن هو قاعد بوسط ناقل هو كان قاعد فوق مع حد تقريبا من منتظر بقى حد جاي ميتنج شغل بتاع الكلام ده كله إيه اللي حاصل؟ إن الأكسجين في الدم بيقل وسنة وسيط الكربون بيرتفع فده بينيم وده واضح من انسداد مجرى تنفس عنده والشخير اللي هو فيه اللي هو بيعاني منه الحالة دي حالة النوم الانتيابي أو الانسيابي زي ما انتوا عايزين تسموها أو السليب أبنية بينا جدا سليب أبنية كمان في تعبيره وان مش قادر ياخد نفسه وفيه انصداد للتنفس وصوت الشخير عالي مش قوي هنا لكن فيه أعلى من كده بكتير لكن موجود الحكاية دي خطيرة جدا أنه الانسان هو مش عايز ينام هو مش قاعد ده هو قاعد مستني حد شكله لكن هو راح في النوم كده لوحده وبيصحى يفتح يناه ويرجع يكمل يكمل تاني من غير ما يشعر لأنه مستوى السليب أبنية سندروم دي دي في منتهى الخطورة فخالي بالكم اللي بيعاني من مشاكل في مجرى التنفس ممكن غير أنه بيعاني من شيخير يعاني من هذه الدرجة من درجات الخطورة تعالوا نهاردة لأن الموضوع مهم قوي بنترح نهاردة قضية مهمة الأول اسمحوا اللي نراحب بضيف العزيزة لازي يبدع في حواره دائما ويمتعني بحوار علمي شيخ للغاية لأستاذ الدكتور هشام إبراهيم استشاري الأنف والأذن والحنجرة واستشاري العلاج بالليزر من كل طب جامعة القاهرة زمالة الجمعية العالمية للشخير وأمراض النوم وزمالة الجمعية الأوروبية للشخير وأمراض النوم والأستاذ الزارب ومستاذ شفيروية الكير أهلا بيك يا دكتور هشام أهلا بيك يا دكتور هشام ده أثناء ما هو سايق نفس الحالة وهو ده كلاسيك بيكشور بتاع مريض الشخير تخين رأب السيارة تحس إنه هو عنده عيوب خلقية في الغضاريب ولا أنت إيه رأيه أكيد العيان ده طبعا العيان ده طبعا لما بيخش علي من باب العيادة على طول ده بيتشخص إنه ده عيان شخير وعيان سليب أبني أو متلازمة توقف النفس أثناء النوم ده بينام في الريسبشن في كل حتة ليه بقى؟ هو ده السؤال ليه؟ ليه العيان ده بينام في كل حتة؟ أيوة السبب لأنه هو إحنا بينام بالليه ليه 8 ساعات عشان كفايتنا من النوم الفترة بتاعت النوم التمان ساعات كمية الأكسجين اللي بتوصل لكل حتة في الجسم المفروض تبقى 100% العيان بيصحى بعد 8 ساعات نوم بنسميه الديب سليب الديب سليب دوا مهم جداً اللي العيان بيخش فيه عشان كل خلية في الجسم يصل لها الأكسجين بدرجة عادية ودرجة معقولة اللي هي 100% فالنسان بيصحى الصبح فيه نشيط واخد كفايته من النوم طب العيان ده لو نم 8 ساعات ولكن 8 ساعات نمهم متقطع ما نمهم شبه ما نمهمش 8 ساعات دول فعلياً نم فيهم ساعتين طب بقيت الست ساعات هينمهم إمتى؟ بينمهم قطعين طول اليوم عشان كده العيان ده عيان بينم في كل حتة بينم هو ساي بينم هو قاعد بينم في زي ما قلت في الفندق بينم على المكتب بينم في الاجتماع بينم في أي إحنا بنسميها بيخطف نم عشان يكمل بقيت الست ساعات بتوعب الليل ها بيخطف نم وطبعاً مستوى سيني كده كبرنا اللي بيخليه نام أكيد ده بينم في الوقت في العربية ده بيعملوا حوادث مشاكل كبيرة قوي عايز أتكلم على يعني مجرى الهواء انسداد المجرى الهواء إيه مجرى الهواء عايزين نفهمه شوف حياتك يعني يعني الأنف دي موضوع كبير جداً وللأسف إحنا مش مدينا حقه إحنا فاكرين الأنف دي شوية هوا بيخشوا من المنخير ويوصلوا لغاية الرئة والموضوع خلص لكن حياتك لو جينا ندرس موضوع الأنف ونشوف أهمية الأنف وقصة الأنف وزيه الهواء بيدخل قصة كبيرة جداً ومهمة جداً بس لازم اتفل أول إن صوت الشخير اللي إحنا بنتطلعه دو هو عبارة عن أي نقطة حصل فيها أو سدة في مجرى التنفس من أول أنف لغاية الحل الأنف بيتقفل فالبقء بيتفتح فبيحصل موضوع الشخير طب ما تيجي نشوف إيه دور الأنف في موضوع الشخير لو قدامنا صورة ظريفة جداً نتكلم فيها إن الأنف عشان يدخل فيه الهواء لو قلنا الصورة دي صورة معبرة جداً لو شفت حياتك الأنف لو ده قطاع جانبي قطاع جانبي بالضبط كده بيدخل فيه عندك الخطين الأخضر والأصفر دول مدخل دخول الهواء في الأنف والهواء بيلف في مع الأنف وبيقابل تلات أماكن بيحصل فيهم أو تلات أماكن توقف اللي أنا أعمله باللون الأزرق الأول نقطة بيتوقف فيها الأنف الهواء داخل الأنف هي اللي عليها السهم الأصفر اللي هي عليها بالأزرق وده بنسميه غضروف الأنف الحقيقة غضروف الأنف قصة كبيرة جداً وخطيرة جداً النهاردة ابتدى غضروف الأنف الناس يعني بتستسهل جداً أنا يوميا عيني يجي يقول لي أنا عايزة أشيل غضروف الأنف يومياً عينين تلاتة أنا عايزة أشيل غضروف الأنف ما تيجي كده مع بعض ده ونشوف غضروف الأنف وأهميته غضروف الأنف اللي حياك شايفه دو دخول الهوى للأنف بالمنظر ده غضروف الأنف ليه عشر فوائد العشر فوائد دول اللي احنا هنقولهم دلوقتي لو حصل إن غضروف الأنف حصل فيه أي مشكلة سواء كان باستقصال سواء كان بأي تدخل جراحي غير مصبوط بيحصل لغبطة في الأنف والدنيا بتتلغبط يا إريت نرجع للصورة الأولينية تاني الغضروف الأنف دخول الهوى أول حاجة الغضروف بيعملها أنه لو دخل في الأنف 100% الهوى غضروف الأنف أول حاجة بيعملها أنه بيقسم لي الهوى لعشر فالمية وتسعين في المية العشر فالمية بيعدوا على الغضروف نفسه والتسعين في المية بيروح مجاة محولهم لفوق أما بيحولهم لفوق بنستفيد تلات حاجات أول حالة أول حاجة الهوى اللي بيدخل فوق ده بيملى الجيوب الأنفية مايبقاش فيه صدع الحاجة التانية الهوى بيدخل على قناة ستاكيوس مايخلي السمع كويس الحاجة التالتة بيوصل لأعصاب الشم في الأنف فالأنف تقدر تشم مصبوط وتحس بدخول الهوى خد بالك لو حصل لغبطة في غضروف الأنف كل ده بيطلغبط كده بس لا غضروف الأنف لما الهوى بيخش عليه بقى العشرة في المية اللي بيخش عليهم بدول بس بيعمل كمكيف بيزبط درجة حرارة الهوى بيعمل فلتريشن بينقي الهوى بيعمل بيقلل سرعة الهوى الجديد تعرف حديث سرعة الهوى اللي داخل الأنف تسعين كم في الساعة غضروف الأنف مع اللها مع لسان المزمار الهوى لما يخش على الثلاث حاجات دول بيوصل لتقريبا نصف السرعة دي بيوصل للرئة متنقي بسرعة معقولة وبيوصل بدرجة حرارة معقول عشان كده أنا بقول غضروف الأنف ده ده الغضروف المعجزة في الأنف لو حصل فيه لغبطة لو حصل فيه أي مشكلة بيحصل الشخير تحصل سدة في الأنف والدنيا كلها تتلغبط داخل الأنف السمع بتقصر الاريشن بتاع الوداء دي آه يعني حكاية السمع وتقصره بالهوى بتاع غضروف الأنف ده ده شيء حلو جدا ومهم جدا علاقته بالشخير نقرب بعمل يعني شوية احنا لمسنا في موضوع النوع أكيد في علاقة بالتنين الغضروف الأنف حضرتك هنخش بقى على الصورة التانية الغضروف الأنف بالمنظر اللي احنا شايفينه ده لو الأول صورة فوق على ايدنا الشمال هي نمرة واحد ده دخول الهوى في الأنف بطريقة طبيعية جدا عشان كده بنقول 10% في كل ناحية الغضروف بيدخله طب لو حصل لخبطة لو حصل عوجة في الحاجز الأنفي إيه اللي بيحصل؟ لو حصل عوجة في الحاجز الأنفلية صورة رقم 2 بتبص حضرتك حصل لخبطة في الهوى الناحية المسدودة دخل فيها 10% والناحية المفتوحة بتاعت الحاجز الأنفي دخل فيها 90% من الهوى طب ما حد يقول لي طب ما دي حاجة كويسة جدا إيه المشكلة يا أنا ما دخل الهوى؟ لأ وفي المنظر اللي حياتك شايفه دوا الحاجز المعوج المفروض أن سبحان الله 90% احنا قلنا لو دخل الهوى كتير في ناحية أكتر من التانية بتتلغبط النظام الإيروديناميكس بتاع الهوى كله ويبتدي يحصل لخبطة في الشم لخبطة جفاف في الأنف يحصل لخبطة في السمع يحصل لخبطة صداع كل ما قلته عن غضروف الأنف يبتدى اللي هو بيحجز الهوى يبتدى يتلغبط طب هل معنى كده الدنيا كده تثابت؟ لا سبحان الله اكتشفنا أن هذا الإعوجاج في الأنف بيصحبه بعده على طول تضخم في غضروف الأنف اللي هي الصورة رقم 3 علشان كده للأسف الشديد ناس كتير جدا مع إعوجاج الحجز الأنفي والطبيعي معاه أن يحصل تضخم في غضروف الأنف بنشوف ناس كتير جدا تيجي تقول أنا عايز أشيل غضروف الأنف عشان حصل فيه تضخم لكن اللي ما يعرفهوش أن هذا التضخم حصل كنتيجة وعشان كريأكشن كرد فعل لعوجة الحجز الأنفي عشان يرجع دخول الهوى مرة تاني العشرة في المية ويرجع وظيفة الأنف الطبيعية عشان ما حصلش مشاكل طب افرد حد شال هذا الغضروف عشان يوسع بقى الأنف ويدخل الهوى تخيل حضرك بقى هو ده الصورة رقم 4 لو حصل استقصال غضروف كامل خطأ للأنف الأنف تفقد وظيفتها والغضروف بيفقد وظيفته 100% المنظر اللي حقيقة شايفه دوان لو حصل استقصال للغضروف خاطئ واحد ما فيش فلطرة للهوى اتنين ما فيش تكيف للهوى تلاتة الأنف بيدخل فيها هوى كمية كبيرة جدا مع أن الكمية كبيرة لكن العين مش حاسس ان فيه كمية كبيرة لأن عصاب الشام ما بقاش يوصلها الهوى احنا قلنا الغضروف بيحول 90% من الهوى فوق فما بقاش فيه إحساس يحصل لخبطة في السمع فوق في الجيوب في الروف بتاع الكنوز الفكتوري نيرف العصب الشام موجود في الروف بتاعت النوز في سطح النوز في سطح الأنف فكون الهوى ما وصلش فوق انت ما بتحسش فيه هوى فالعيني بقى دخل له هوى بس مش حاسس الهوى الزيادة ده بيعمل كراستس يعني بيعمل أشور جوه الأنف بيعمل صداع بيخلي الأنف بتلزق ما بخلاص فقدت الميكوزة فقدت اللزوجة بتاعتها كل ده بيدخل على الحلق كل ده بيدخل على رئة ويعمل مشاكل عشان كده غدروف الأنف هذا الغدروف المعجزة اللي أنا باسمي غدروف معجزة مشكلته ان لو حد شاله بطريقة خاطئة او اللي ما خدش باله ان الغدروف تتضخم بسبب ايه وعالجنا سبب تضخم الغدروف بتحصل مشكلة كبيرة جدا اللي ننتجتها عشر العشر وظائف بتوع الغدروف بينتهوا والعين تقريبا بيتضمر هل أعراض تضخم الغدروف بتظهر متأخر؟ أعراض تضخم الغدروف هو عبارة عن سدة في الأنف سدة في الأنف لكن هو السؤال السدة دي هل بسبب تضخم الغدروف فقط؟ أنا قلت لحضرتك أنه ما فيش حاجة اسمها غدروف بتضخم لوحده أبدا الغدروف بيتضخم نتيجة عوجة في الحاجز الأنفي فبيبتدي يتضخم كنوع من أنواع الرياكشن ورد الفعل عشان يرجع مدخل الهوى لعشرة في المية تاني يعني يحافظ على وظيفة الغدروف عشان كده الغدروف لو ما بيتضخم ما بنشلهوش بندور على أي سبب تضخم الغدروف وخطأ الحقيقة طبي ومهني فضيع أن أنا أشيل غدروف بدون سبب أنا عمري ما شلت غدروف لوحده ما بين دوقتي إحنا عندنا مشكلة في الحاجز الأنفي وعندنا مشكلة في الغدروف طب إزاي نتعامل مع المشكلتين يعني الحكمة نعمل إيه بالضبط أول حاجة لما أول حاجة بأسأل عياني طب تشتكي بإيه على طول يقول لي أنا بشتكي بسدف من أخيري وجاي على طول العيان ده يقول لي أنا عايز أشيل الغدروف الهنف عايز أشيله روحت الناس كير جداً أقول لي وشوفه حتى يا دكتور بص غدروف الهنف متضخم عندي هوا وباين في الأشعة أن فيه غدروف أنف متضخم أقول لي طبعاً أنا عايز لكن هو السؤال الغدروف متضخم بسبب إيه كتير جداً من غدروف الأنف المتضخم بيكون بسبب عوجة في الحاجز الأنف بيكون بسبب لحميات بيكون بسبب حاسية عشان كده لو شلنا الغدروف فقط هيدخني في مشكلة الامبتينوز هندروم أو متلازمة الأنف الفرغة بمشاكلها الملهاش حال ولو عدلنا الحاجز الأنف الوحده هيتعيد الأقب بس الغدروف هيفضل متضخم وهيبقى سادت فالأيدياليتي في الموضوع إن إحنا لازم نتعامل بحكمة لازم نعدل حاجز الأنفي بطريقة صحة 100% وبنقلل أو بنعمل استقصال جزئي للغدروف وهي دي الحقيقة زي ما بنقول قصة كبيرة ومهمة جداً كيفية التعامل مع غدروف الأنف تب تعالي ندخل الكلينيك نفسه يعني ندخل مع بعض كده ونمشي حتى حتى في الإنفسجيش لأن برضو الناس دلوقتي تقول لك طبعاً ما أنا مش عارف المشكلة منين أساساً فنتخيل إن في مريض مش نتخيل نشوف إيه اللي بتعامل للمريض يعني نشوف مع بعض كده هو وحضرك تشرح لنا لأن أنا أهتم إن أنا أسمع منك برضو تعليقك على كيفية الكشف على المريض بأدوات معينة عشان أقدر أميز هل هو هيستوري بتاعه حقيقي ولا لا لو شفنا مع بعض أثناء الكشف على المريض في حاجة في الكشف إن أنا بشوف بنور لو نشوف الفيديو كده مع بعض بشوف الحاجز بشوف الفتحة بشوف الغدروف إحنا بنعمل إيه هنا بالصبت؟ أنا في الفيديو دو أنا بطلع ضعامة الأنف من الضعامة بتاعت الأنف من المريض بوري للمشاهدين إن ضعامة الأنف في منتهى السهولة وحنا بنشيل عيان قاعد قدامي بشيله ضعامة الأنف في تقريباً 20-30 ثانية تحسن الأنف شكله عامل إزاي بعد ما بنشيله الضعامة المريض بيحس بإيه؟ هل في قلم؟ هل في نزيف؟ هل في وجع؟ هل في أي حاجة؟ شكل الهوى بعد ما العين بيدخل الهوى جوه من أخيره شكله عامل إزاي؟ مهم جداً والضعامة دي بتتحط طبعاً أساساً تحط بنحطها في عمليات الحاجز الأنفي فأي عمليات أنف فأي عمليات شخير اشتغلنا فيها جوه الأنف بنحط الدعامة دي سؤال حضرتك إحنا كيف نتعامل مع المريض بتاع الغدروفي الأنف أو مريض الحاجز الأنفي لأن كتير جداً بنسمع الحقيقة أن عمليات غدروفي الأنف عمليات سهلة وبتتعامل ببينج موضعي وبتعامل بدون تخدير وبتتعامل في الجوه العيادة الحقيقة أنا يعني أنا في حياتي ما عملت غدروفي أنف الوحد أبداً لازم الأولى دور على سبب تضخم الغدروف ومية في المية بلاقي السبب أن لما بنعالج السبب الأساسي في تضخم الغدروف الغدروف نفسه لما بنقلله حاجة بسيطة بترجع وصيفة الأنف في مية في المية هو السؤال ليه أنا ما بعملش عمليات الغضروف أو خاصة عمليات الغضروف إلا تحت تخدير كلي وبالمنظر الغضروف ده حضرتك غضروف الأنف ده حاجة جزء عظمي مغطى بأنسجة مليئة بالبلاد فيسلز مليئة بالأوعيات الدموية تخيل حضرتك لو أنا هعمل عيان زي دوا في العيادة وهعمله بدون تخدير وهعمله بدون منظر يعني هل العيان قدر أتحمل معايا أن أنا أدخل منظر في مناخيره ودخل مثلا أجهزة زي الكوبليشن أو زي الريديو فريكنسي أتعامل معاه ده طبعا شبه استحالة لازم تخدير لازم تخدير أنا بخضر العيان ليه بخضر العيان عشان أقدر أشوف الجزء المتضخم في عظروف الآن في فين وأتعامل معاه بالجهاز المناسب ليه وأشيل الجزء المتضخم فقط ما بشيلش الجزء الغضروف كله لأن دي تبقى كارثة طبية لو شيلت الغضروف كله بتحصل متلازمة الآن في الفرغة ودخل العيان في مشكلة لا حل لا الأهم من كده إن الحقيقة يعني أنا من منصة حضرتك النهاردة الطبية أنا بوجه لكل شباب الأطباء لو سمحت اوعى تشيل الغضروف استقصال كامل ديني مرة واحدة اوعى تشيله إلا تحت تخدير كل عشان تقدر تشوف كويس جدا اوعى تشيله إلا بالمنظار وأهم شيء إن اوعى تشيل الجزء الأمام من الغضروف لأن الجزء الأمام من الغضروف ده هو زي اللي بنقول إنه هو بيعمل توجيه للهوى بيقسم الهوى الدفة بتاعت الهوى داخل الأنف بتقسم للهوى 90% فوق يغزي كل الحاجات اللي احنا قلناها واتدخل العشرة في المية اللي هو يدخله بسرعة معقولة ويفلتر الهوى ويعمل تكييف للهوى ويرجع الغضروف لحالته الطبيعية مرة تانية سبحان الله العظيم الغضروف ده حاجة يعني هتخيلوا هذا الغضروف البسيط شوفوا تحت الميكروسكوب محتاجين يدي له حلقات الغضروف ده أنا مسميه الغضروف معجزة معجزة وكون ان هو يتضخم عشان يرجع الوظيفة بتاعت الانف مرة تاني وكون ان الناس كتير في فاكرة ان هذا التضخم يحتاج لتدخل جراحي يعني انا بحط تحتها مية خط وان لو الحلقة النهاردة خرجنا بيها ان غضروف الانف لا نتدخل فيه الا بحكمة فاحنا وصلنا حاجة مهمة قوي جدا هنعمل له حلقات تانية للغضروف لانه واضح ان الموضوع ده مهم جدا لكن عنوان اللي هيفرض نفسه علينا ان التعامل مع الغضروف الخاص بالانف غضروف الانف اللي بغي ان يكون بحكمة شديدة جدا وبنظام شديد جدا وهنفهم حاجة اسمها متلازمة الانف الفارغة بسبب عوجاج الحاجز الانفي التضاقم الذي يأتي بعده ده بيكون كومبانساتريو ميكانيزم او محاولة تعوضية لازم نبصلها بقى بدقة ونتعامل معاها بهدوء شديد جدا عشان ما نباش زي ما بيقولوا جاي كحالها عماها جاي زبط الغضروف راح عصه هبا بقى الانف بقت اه تقول لك امدخل هوا تمام مع الموضوع ربنا خلق الغضروف دي لهدف مهم جدا جدا انا استمتعت بهذا الحوار متعة كبيرة جدا والحقيقة موضوع مهم للغاية ضيف العزيز القيمة العالمية المتميزة والاسم اللامع باستاذ دكتور هشام ابراهيم استشاري الانف والأذن والحنجرة واستشاري العلاج بالليزر وزمالة الجمعية العالمية للشخير وامراض النوم وجمعية الاوروبية للشخير وامراض النوم والاستاذ الزائر بمستشفى ريال كن نورتنا وشرفتنا كالعادة في الدكتور شرف ليه دكتور هم اللي قدامة با دكتور